الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الآية العظيمة التي عنونا لهذا المجلس بها هي في سورة آل عمران وهي الآية التاسعة والثلاثون ومئة من هذه السورة وقد تكلم الله تعالى فيها مسليا عباده المؤمنين كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال قال الله مسليا المؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا أي لا تضعفوا بسبب ما جرى وأنتم الأعنولة وأنتم الأعلونة أي لكم العاقبة والنصرة إن كنتم مؤمنين لما حدث ما حدث في يوم أحد وابتلي المؤمنون لما خالف بعض المسلمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهم الرمات أو بعضهم ونزلوا وأصاب المؤمنين ما أصابهم من القرح وابتلوا وأساهم الله تعالى بهذه الآية وعفى عنهم وتجاوز عنهم لأنهم لهم من الفضل ما كفر الله تعالى به عنهم ما وقع منهم من بعض الزلل وهؤلاء الصحابة الأفاضل هم خير هذه الأمة كما هو معلوم حتى قال الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في كتابه أو في رسالته واجبنا نحو الصحابة قال خير هذه الأمة الصحابة والسدل بدليلين بدليل من القرآن وبدليل من السنة من القرآن استدل بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس ولا شك أن هذه الآية نزلت ابتداء في الصحابة ثم من بعدهم عامة الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهذه فائدة الفائدة الثانية أن العبد إذا ابتلي فليس هذا البلاء دليل على أن الله تعالى أراد به الشر بل قد يبتلى ويكون البلاء علامة على إرادة الله تعالى بالعبد الخير لذلك قال الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم فابتلي المؤمنون بهذا البلاء لما خالف بعض الرمات وبعض المسلمين وبعض الجيش أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم خير الناس لذلك قد يبتلى العبد بالخير وقد يبتلى بالشر قد يبتلى بالغنى وقد يبتلى بالفقر وقد يبتلى بالنصر أنه ينتصر على عدوه وقد يبتلى بالهزيمة أنه يهزم وليست الهزيمة دليلا أو ليست دليل على أن هذا المهزوم على باطل وإنما أحيانا يبتلى العبد دي مسألة أخداء فائدة كما قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون الفائدة التي بعدها وأنتم الأعلون فأهل العلو والعلو على قسمين علو مذموم وعلو محمود وكلا القسمين جاء في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلو المذموم هو العلو الذي يتضمن التجبر والتكبر والظلم والكبرياء إلى غير ذلك من صفات الذنب والبغي قد جاء ذلك في القرآن في آيات منها قول الله تعالى في سورة النمل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة وقال تعالى في سورة القصص إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعي الصدعف طائفة منهم إلى آخر الآيات وقال في نفس السورة إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وذكر قصته وختم القصة وأعقب بقوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين وقد جلع العلو ويكون مدحا للعبد ويكون بشارة للعبد كما في قوله تعالى زين للناس أو زين للذين كفروا في سورة البقرة زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة فلذلك الواجب على العبد أن يبحث عن الأسباب التي ينال بها العلو المحمود والعلو من الله تعالى ليس بالعقل ولا بطلاقة اللسان ولا بالأتباع ولا بالمال وإنما العلو من الله تعالى كما قال سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير في أسباب مهمة جدا وأنا ذا أذكر إن شاء الله تعالى وأفتح الفرصة للأخ الفاضل أبي بكر يقدم ما أراد أن ينصح به إخوانه في بعض الأسباب التي تقود إلى العلو والعلو المحمود لأنه أنت لمن يكون عندك علو محمود في الدنيا أولا هذا لا يدفعك إلى التكبر وإنما إن كنت موفقا يدفعك إلى أن تنشر العلم النافع وأن تصدع بالحق وأن تكون صاحب كلمة فتقول كلمة الحق وتقبل منك السبب الأول الذي ينال به العبد العلو والرفع عند الله تعالى ويرتفع به عند الخلق هو الدعاء أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يرفعك وأن يكلأك وأن يحفظك سبحانه وتعالى تسأل الله لأن الأمر بيده كما سبق في هذه الآية من سورة آل عمران تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تجوز من الآية السبب الثاني الإيمان كما جاء في هذه الآية التي عنونا بها ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين السعد رحمه الله في التفسير ذكر مجموعة من الكلمات والفوائد ذكر كلام طويل من ضمنه ذكر قال وأنتم مؤمنون متقون فلا ينبغي منكم ذلك يعني لا ينبغي منكم أن تهنوا وأن تحزنوا ما دمتم على الإيمان وما دمتم على تقوى من الله سبحانه وتعالى زول المؤمن كون عزيز إذا كان صاحب الشرك الليلة بيعتز بيشيركم تسألوا تقول له سلام عليكم عليكم السلام ها كيف أنت مسلم أي مسلم عقيدتك منه نحن عقيدتنا في القوم القوم منه الكباشي المكاشفي الصائم ديمة فلان عندك فيه الرأي اسألك عندك فيه الرأي ليلة أنه باعتز بهؤلاء الذين ماتوا وفارقوا الدنيا وهم من ضعاف الخلق كما قال الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان شنو ضعيفا وكما قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت الحي الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا يموت والجن والإنس يموتون هو الله سبحانه وتعالى أنت إذا كان صاحب الشرك وصاحب العقيدة المنحرفة بيعتزع يقول أنا صوفي وأنا كذي وعقيت في فلان وطريقتي فلان الطريقة الفلانية طريقة فلان الفلاني أنت مما بولا تعتز بالتوحيد تلقى قاعد في صيوان بعض الناس الله يهدون قاعد يحضر محاضرات في التوحيد ودروس في العقيدة الصحيحة ولك ما بجوز تنادي غير الله ما بجوز تعلق التمايم ما تدبرك بالأتربة ما تطوف بغير بيت الله تعالى تقربا إلى الله أو تقربا إلى غيره ما بجوز يقول لك الأشياء أي صح تلقى قاعد في الصيوان والجماعة بتونسوا بيجنبا يقولوا والله في واحد وهابي بيغادي وبضعا في جماعتنا وجماعتنا ديل ما في زيهون ويقعد يعتز ويضعا في ذاك وتلقى لا بتساق يقول لك يا أخذ الصيوان ومحل ظريفة وما في شيء وكذي والجو ظريف والناس اتغدت وشربوا موية باردة ما بداعي نسخن الجودة تسخنوا كيف ما بداعي انت مسميه تباطل تبين طوالي قل له وهابي ما له وهابي قال شنو قال نادو الله أخير تعتز بي الله والتي اعتز بي غير الله والله قال في القرآن قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير أم ما يشركون أم من خلق السماوات والأرض دي أول حجة أو من أوائل الحجج البتبدبية أي زول قال لك إت عقيدتك في منه ولا عقيدتك في الله هاو إت عقيدتك في منه تسألوا عقيدتك في المكاشف السماء شايفة آه الواطة شايفة آه خلق ياتو العقيدت أنا فيه ولا العقيدتك فيه والله العقيدتك فيه خلازت ما عندك شي والله ما كلام واضح قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير أم ما يشركون أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون إذا كانه جاهل وإنتمد علم والله قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ليه يكورك ويعتز ويتلا بيتساكد أنا باستغرب ناس ليه أسي ما عندهم غير في دين الله تعالى والله تلقى قاعد في طربيزة وجنبه واحد تاني وجنبه مزيع وده باعتز بمنهج الباطل وده قاعد وده بضعا في ده وفي منهجه وفي مشائخه وفي عقيدته ويضعا في عقيدة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم بعاديك عشان العقيدة دي ويتا قاعد ساي وقواس مشتركة زي ما فعل ود البلة ما بتعرفوا محمد إبراهيم البلة وليس هو منه محمد منه مشاوة دا البلة زي ما فعل وده والشغل دي والناز قال لنا حدا الدنيا الشغل دي قدام ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا انت ما تبقى سبب لضلال الخلق إتا قال ابن تيمية رحمه الله ومن ناظر فغلب فلا حجة له عند الله قال لأن المنهج لا يغلب وإنما غلب من أجله هو قال الحق دا ما بيتغلب لكن غلب هو بسببه هو انت بتناظر عن الحق وعن الله دا يجي استهتر بك وانت لا بتساي وقواس مشتركة مشتركة بتعشنوا إتا بتقول الله نادو الله براوه إذا انت بتقوله بتقول نادو الله براوه وده بقول لك في كربك عنده شيوه بقوله كده بتغيثك جنده وجاب له عبارة أنا والله استغربت مرة واحدة دا البيجاي دا الصوفي قال ليه وانت قال ليه وانت الكلام اللي بتقوله دا أفراد الصوفية وجهلة الصوفية أما الكلام اللي نحن بنضعم فيك فيكم بسببه دا بتاع قادة قادة كوني انت دا يعني ابن تيمية رحمه الله وغيره من أئمة الهدى ممن يطعنون فيهم نحسبهم والله وحسيبهم قال ليه شغل دا بتاع الجهلة الصوفية يعني تنادي غير الله وتعتقد في المشايخ دا تدي سؤال تقلب لصي التربيض الطوالي المزيزات بتلفت قل لصي هالبرع كيف البرع دا من الجهلة ولا من كبار الصوفية إن قال من الجهلة بكون جغم ليك البرع شوف البعض براه بكون انتهى من البرع قبله دا انتهى ما خلاص ما قال ليك لا البرع من القادة قل ليه طيب البرع قال ما الكلام دا قالوا البرع قالوا في كتاب ليك سلام مني من صفحة اربعين لاربع واربعين قال كرامة نقل من ازاهير الرياض وقال في ازاهير الرياض صفحة تمانية وتمانين او مية تمانية وتمانين قال احمد الطيب البشير عنده واحد جاي خوش معاه في الطريقة والزول دا قال اسمه ابو بكر الجميعابي بعدين قال قال فاقبلناه على الله تعالى دا احمد الطيب البشير قال ابو وكر الجميعابي دا اقبلناه على الله تعالى قال ثم مات قبل ان يفتح عليه قال احمد طيب البشير نقل البرع تجيب له تقول لا هرايك في احمد طيب البشير وفي البرع ديل من عوامة صوفية ومن جهلة الصوفية ولا من القادة بتاعينه تلزم لكن تدار تشتغل قواسم مشتركة مشتركة إلا مشتركين في السودان بس ومقاعدين في السودان ويتا في السودان تاني مشتركين في شنو النادل في الصلاة ما بيتفقوا معنا والله تقبض هو بيزدل في اي شي بيختلف معاك في اي شي موش يقول لك بدقين جاء هو حالقة يسوي حولية يسوي حولية اي شي في الفقه في العبادات في العقيدة في الاخلاق في المعاملات والله وانا استغرب الصوفية عشان تعرف الباطل الواقعين في كتير ممن ينتسبون الى الدعوة السلفية دا الصوفي تلقى يطبق منهج الهجر فيك انت صاحب الحق يشوف كتا يقول لك دا ما سلم عليه ليه وهابي معناه عنده مفتدع يعني ولا ضال مشرك كافر اتا السلفي تلقى يجي للصوفي والقايد بتاعه ويجيبه ويكرمه انا لاقيت اسماعي العثمان دا هنا دي في الفتحاب دا في مناسبة بتاعت اخواننا ديل ناس البخاري وسامو ديل عموا هنا مناسبة جابوا اسماعي العثمان وبعدين وقفناه هنا دي في الشمس واقف في الشمس والحمد لله الشمس طقتنا سوا ازول الله ويقف واتكلمنا معاه قال قال الدليل على الشدة شنو قلت لها الشيخ انا دارت هنا ابسط له في البداية ودي تمهيد بعد داق عشان يقبل كلامي تلا الشيخ خدته زمان تكلموا في التوحيد والعقيدة وجزاكم الله خير لكن الشدة مع اهل البدع والناس زيل وده منهج السلف قال لي منهج السلف الشدة الدليل شنو قال جيب آية ولا قرآن وداري يقول آية ولا حديث اظنه قال قال جيب آية ولا قرآن قلت لها بدك حديث فيه آية حديث حق الرسول عليه الصلاة والسلام وبرض فيه آية حديث في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت تلى النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى تلى قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات أنهم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر الآية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله شنو فاحذروهم فاحذروهم قال لي فقولا له قولا لينا قلت لها الشيخ دي بفهم أكثرنا ولا يتا ولا قالوا عليهم مش قالوا علي موسى عليه السلام وهارون موسى عليه السلام وهارون مش قالوا لي القول اللين وقالوا لي القول الشديد انت تحصر بس في اللين وفي اللين ذات اللين مع الصوفية والشدة معانا نحن الجماعة ذال بيدفرونا ها عصبجي والله أستي وحدين كتبوا عصبج دي لخليهم في النهاية أنا بعلق عليهم معليش بعلق عليهم في ديكتين قالوا عصبجي وليه باقي العصبجية ما طردو عصبجية نحن ولا قد أصبر شوانا بوريك الدليل على العصبجية هاتو فينا والله بوريك الدليل أنا بوريك والكلام ده أسأل الله يتقبل ما شغل حزوز نفس بوريك عصبجية نحن ولا فضيلة شيخنا الإمام هنا العصبجية أنا بوريك الحاصي شنو خليه بعد أن تأتي وابين لك شاء الكلام ما يشتت السلام قال ليه الكلام ده قال ليه فرعون قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون شنو مثبورا في تفسير السعدي قال ممقوتا مثبورا أي ممقوتا مهلوكا دي ما كلمة فيها شدة عليه فرعون هنصاح قالوا للي وقالوا ليه الشدة قال له إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك دي بتحرقه والسلام على من اتبع الهدى بعد قالوا له شنو إنا قد أوحي إلينا أن شنو أن العذاب على من كذب وتولى وهو كذب وتولى ولا ما كذب وتولى كذب وتولى يا أخي الموضوع ده واضح جدا فإن تتعتز بالتوحيد والله عندك عقيدة صحيحة في الله وإنت مؤمن بيه ولله الحمد وما عندك شك الرب الإنت مؤمن بيه ده أول شي واحد ما عنده شريك ولله الحمد الحاجة الثانية ما فزول الليلة من الإنت معاديون بيقدر جهرة وصراحة اضعن فيه ما بيقدر إلا يلف ويدور وكذي وواء إلى آخره إنت يا أخي اعتز بيهو ده رب العز والجلال سبحانه وتعالى انت كونوا تقول يا أخي آمنت بربكم فاسمعون دي ما قال رجل سجل موقف الله جاب في القرآن وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني والله القرآن ده فيه حجج فطرني يعني خلقني ما خلقني واحد طالما الخلقني واحد بقى أنا بعبد كم بعبد واحد لو خلقوني ستة سبعة تمانية بعبد ستة سبعة تمانية لكن طالما خلقني واحد بقى بعبد واحد ويا أخي الله قال في القرآن يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم شوف ما قال ما غرك بربك الجبار قال ما غرك بربك الكريم لأنه كريم سبحانه وتعالى البسيء ليه بالديو مش الجماعة دين ناس قريش أساء ليه وقبلية قريش من الكفار أساء ليه وقبلية الكفار في زمن إبراهيم عليه السلام وبعد إبراهيم لما دعا بدعوته المعروفة التي جاءت في القرآن رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر كريم ولا ما كريم الكفر ذاته قال لك بيأكله هسا مش للصوفي والله الصوفي أنت بتأكل الكسرة سلام عليكم عليكم والسلام أنا وهابي قل لك ذي أنت ما وهابي ما في وهابي ما في حاجة يسمى وهابي في كتاب سنة بفهم الصحابة بخلاص قل له أنا في فهم كون أنت وهابي ويتأى الشيخ ما بتنفع ولا بتضر والنوبة دي ما فيه دليل وكذي قل لي الله جيب كسرة لنا أكل معاكم بيديك بسطونا ولا بيديك كسرة ما بترضك في ناس كفروا بأ الله وأكلون دا كفر تباوه ما بأكلك ما بترضك ولي بأكل دراويج زيك ما بأكلنا نحن بأكلنا المسلمين كلنا ولا بأكل الدراويج بس بأكل الدراويج والناس المعجبين بيه أنا أرجع لك تاني للقصة جاب الكلام دا جابه هنا دي في المناسبة البرع نقل عن صاحب الأزاهير وذاك نقل عن أحمد طيب البشير قال زول لمن أقبلناه على الله ومات قبل أن يفتح عليه له أبو بكر الجميعابي قال فما زلت أزوره في قبره وأرقيه أرقيه يعني شنو يعني قاعد يرفع يرقيه شوية شوية كل سنتين وكيل عريف سنتين ملازم كذي دي الترجية بتاعت الشرطة وذي بتكون للحي فيما يتسبده رتب كل سنتين ولا أربع سنة لكن دا للميت قاعد يرقي فيه وقال لك قال فما زلت أزوره في قبري وأرقيه إلى الآن والآن له ست عشر سنة ست عشرة سنة ليه ست طاير سنة جوى الغبر وده برقي فيه قال بلغ اليوم القطبانية والآن القطبانية الداهي وين والمصيبة الأكبر من دي قال فمن زار قبره سبع جمع لم تأكله النار الكلام دا يا أخي جبت في التلفزيون وجهت سؤال للصوفي دا قلت له ما طيب البشير والبرعي دا من جهلة الصوفية وعوامن ولا من القادة دا بقدر يجاوب يا أخي صوفي يا غالبني أخي مناظرة والله كانت ما كوراك زاي بس انتو صوفية دا رعويش دا أورا دا رعويش ما عندكم شي تعبدوا الأموات كما بي دليل بغالبني أخي نسأل الله العافية والله إلا أي شاء الله والكلام داهم نقوله تكبر نحن ما عندنا شي ما عندنا شي لسان من الله شفتين خلقنا الله القرآن تكلم الله به مش خلقه تكلم الله به أنزله هو سبحانه وتعالى السنة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربي نحن عبيد لله لكن ننشر دين الله تعالى والواجب أن نعتز بهذا الإيمان وبهذا التوحيد وبالعقيدة الصحيحة تنشر في المساجد دي كله تمشي المساجد الدين مقدمة وانت ما تبدأ لون تعشق طوالي قل لون السلام عليكم يا ناس عليكم السلام كيف تمام؟ الحمد لله ظريفين تمام الحمد لله المروحة دي ما لرى أخي كده زيدوا شوي استغربوا الزول ده سباك ولا بتعشنوا انت ما شرد تقول لون كده قل لون يا ناس أنا دار أسألكم سؤال ظريف جدا ممكن ولا ما ممكن هاتفضل لو زول كبير في السن قاعد في بيت وزير والدية عامة عشان ما تخرج والدية عامة بيت وزير قاعد وفي ناس جاءتوا بعيد في بيت الوزير الزول العجوز ده بيكون مؤدب محترم ولا بقومي ضارب واكتب ورقة في بيت الوزير يقول ممنوع لزعاج في بيت الوزير ولا بيسكت ساي ولك ولدنا أي بيسكت في بيت الوزير ده لازم يكون ظريف وساكت وانتظر الوزير لما نيجي وهذه وعنده سمت طيب أعظم الله ولا الوزير أعظم الله ده بيت منو يا ناس بيت الله بس سووا يزعاج وما تكتبوا ورقة في بيت الله انتوا هناك ما بتكتبوا ورقة تقدر تشيل ورقة تكتبها جوا ولا بتخاف من العساكر وانت بتخاف بيت الله تكتب في ورقة ممنوع الحديث ليه والحديث الله قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه مشدتهم المقدمة دي بعد قل لهم يا ناس سيزول بيجوت عرفوه ده عنده خلل لأنه إذا كان في البيت داك ما بسوي إزعاج هنا مفروض ما يسوي شنو إزعاج وأنا يا ناس دار أتكلم لكم في كلام ما في اثنين من المؤمنين باختلف فيه وهو العقيدة الصحيحة وأن يتعلق العباد بربهم سبحانه وتعالى الله ذا الرزاق والله الرحمن والله الرحيم والله هو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الآية ذاته أشرح اليوني بن كثير قال فيها عشر أشياء العشر دي دليل على وحدانية الله تعالى بس الآية دي كله أشرح اليون الحي القيوم ده شنو يعني الحي لا يموت حياته كاملة ده بعدين ما بموت وزولك ده بموت واحد القيوم القائم بنفسه القائم بشؤون خلقه انت تاني انت مش من الخلق الله قائم بأمرك تاني ما لك ته ماشي لي غير لي ما تلجأ إليه سبحانه وتعالى فاتبين العقيدة وتبين التوحيد وتحذر من الشرك وتنشر هذا الأمر بين الخلق ليعلم الناس الحق في ناس مساكين كتار قاعدين في المساجد ديل والله ما سمعوا العقيدة صحيحة ليه؟ لأن الصوفية عملوا في الناس حاجتين الحاجة الأولى عظموا لهم أولياءهم الشيخ بيطير بيريك بيدي جنة بيعمل بيعلم الغيب الشيخ أستاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير ما بعرف لحد ما يقول في كربك عنده بتغيثك جنده قوماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور منهم خف الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن أظاهر والأولياء كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي والأولياء عملوا وأنا الجليس على العرش المحيطي كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا وكان أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها لو لا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها تبين لهم أنا زمان بقول كلمة أنا لقيت لما نظرت لا لقيت الكلمة دي باطلة بقول الصوفية ما تركوا لله شيئا والكلام دا باطل نقول الصوفية شاركوا الله في بعض صفاته لأنه صفات الله أكتر من شنو من الوقع في الشرك لكن شاركوا الله في بعض صفاته وهذه الصفات التي شاركوا الله تعالى فيها بأوليائهم صفة واحدة تكفر من شارك الله في هذه الصفة يعني أشرك بالله فيها في إمتى المسألة نقول النازل قالوا الشيخ بيدي الجنة والله بيدي الجنة الشيخ بيعلم الغيب والله بيعلم الغيب الشيخ بينفع والله بينفع الشيخ بيملك الضر والله بيملك الضر والشيخ وكذي في النهاية زمان كنا منقول ما تركوا لله صفة كأن صفات الله بس الصفات دي وده ما صحيح صفات الله أوسع من شنو من هذه الصفات فدي كلمة نتوب إلى الله تعالى منها دي مسألة انتهى الأمر فيها كذلك من صفات من الصفات التي يعلو بها العبد طلب العلم النافع وخاصة في الزمن دا زمن دا والله زمن فتن صراحة انت شايف الفتن قدامك والنبي عليه الصلاة والسلام قال في البخاري ومسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم الفتن دي قال كقطع الليل والليل ممكن يكون فيه قمراء يكون فيه ضو شوية لكن ما قال أي ليل قال كقطع الليل المظلم بعدين قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا مسألة خطيرة جدا أدي الكلام دا فيه الفتن كما ذكر ابن عثيمين في تعليقه على هذا الحديث وفي شرحه في شرح رياض الصالحين قال فتن عليك اسمين فتن شهوات وفتن شبهات وفتن شهوات تعالج فتن شهوات تعالج بالصبر وبالدعاء واللجوء إلى الله كما قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم وبعدين بالصبر إنك تصابر نفسك تبعد بنشهوات فيتن شهوات فيتن الشبهات بالعلم واليقين إنت تتعلم ودعرف الحق يكون عندك يقين مات الزلزل مجا عرفت العقيدة التوحيد عرفت المنهج الصحيح عرفت أهل الحق من أهل الباطل ثاني مات الزلزل واصل وخليك على يقين وخليك ثابت وميهمك الناس يضعنوا فيك يتكلموا فيك كذي الأمر ده بيد الله تعالى ولا كيف مجاوكذي بيد الله تعالى شانكي بن القيم رحمه الله قال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين واستدل بقوله تعالى واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فإنت تتعلم العلم النافع ده الله برفعك به كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ولازم القرآن ده شفت ذزاته فيه الرفع ما حديث في صيح مسلم وفي في كتاب الفضائل بفضل القرآن الكريم في رياض صالحين عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين ما ممكن تكون سلفي قولك أها سلفي يعني شنو كتاب وسنة بفهم السلف الكتاب اتحالك مع كيف القرآن كيف تقرأ كم جزوه في اليوم تقرأ كم لك رمضان ما جه قرب لما يجي رمضان بنتفرغ للموضوع ده وإتا لناس البدعاديون دي البدعاديون في رمضان بس ولا السنة كلها السنة كلها وإتا محتاج ترجع على الكتن إتا بتعبد الله في رمضان بس ولا السنة كلها السنة كلها محتاج للقرآن الفتن يقول لك البلد دي أخ فتن في ناس يقول لك فتن شغل دي كترة ذاته قنعنا أنا لقيت ناس كتار حلقوا الشغل ما لكون يا ناس قالوا والله الناس زي اللي اختلفوا واحد قال لي أنا كنت بسمع للمحمد مصطفى في الشدة والتوحيد وبسمع لي للمحمد حسيني عقوب ومحمد حسان في الرغايق دي بتا الديني دفع في الرغايق وذاك بالديني دفع في التوحيد جو الجماعة الجماعة ما بتعارفون ناس المجدد ما بتعارفون الجماعة ناس متزمة وقع الجماعة ديل قال تكلموا لنا في محمد مصطفى زحينا في ديل زحينا بقينا نتلفت ما في زول يا زول في ديل الدين بتزبد عشان ديل يا زول اعتمد على الله خلي عقيدتك في الله ما ترتبط بالبشر البشر البشر ديل ما بضلوا ما بضلوا النازمة كلها دا قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن بقيت تتعلق بالرحمن سبحانه وتعالى ولازم كتاب الله تعالى قال لي الشغلة دي بقيت لي سبب وتاني بمشي الحدائق بنخدت المكرافونات كذي عشان نتكلم وانا بتلفت كذي بعاين برضو بجنبه وخاتين المكرافونات عشان تعرف الشغلة دي خطرة وبيجو ناس خاشين وجايين شغلة كثيرة قال لي فكيت الشغلة لقيت حلقة البرنامج دا او حلقة السنة الواجبة دي وبعدين برضو عمل لحاجة كذي لفا خدرة لفا برضو مرق كذي لقل السطوبة خدر مرق الله يجيبه راجع الهداية بيد الله تعالى وان شاء الله يرجع كما لانه تألمنا له لانه زول جوني عشان يرجع الزول لأربع انفار فيون اتنين استغاموا على يده اتنين استغاموا على يده شانيته ما تضمن هتقول نحنا ونجغم اي زول ها القرآن كيف لا نحنا شغل دي بس كذي يا زول كذي هايدا من الدين كذي دي من الدين كذي من الدين القرآن كيف العبادة كيف الانكسار لله كيف ده ما من الدين من الدين ترجع الى الله وتلجع الى الله لازم القرآن ده اقرأ التفسير واقرأ الآيات دي وتعدب بما فيها من الاحكام والكلام ده انا ما بقول لأشخاص معينين ده لينا كلنا الكلام ده للجميع فده سبب السبب الذي بعده واكتفي به وان كانت الاسباب كثيرة كما هو معلوم لمن نظر في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الاسباب التي تقود الى العلو ويرفع الله تعالى بها العبد الصدق بتيتين دار الله يرفعك اصدق خليك صادق تصدق في الاقوال تصدق في الافعال تصدق مع الله تصدق مع الخلق ده الله برفعك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في البخاري ومسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وان الرجل ليصدق حتى يكتب وفي رواية وان الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة تاخ تصدق في اي شيء لو في هزل اصدق في جد اصدق في اي شيء اصدق قال وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل ليكذب وفي رواية ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله شنو كذبا ما تكذب نهاية ما تكذب وطوال تكون صادق والناس ياسف تتكلم في الدين يفتل بشر دي للسلافين كثير من الدعاة بيتكلموا في الدين ومن غير الدعاة ممن يتكلمون احيانا في الدين اتب تتكلم في الدين والشغل دي فيه يبتل ويوم القيامة البنفع الزول الصادق شكية رب العزة والجلال قال عن عيسى عليه السلام وعن نفسه قال ان تعذبهم ده كلام عيسى عليه السلام فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله ده الكلام ده كلام منه كلام ربنا سبحانه وتعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم خليك صادق وما تشتغل والزول الصادق ما بيشتغل بل كلام الألفاظ اللسي كثير ده شغال كلام كثيرة ستسمع جدا وانا دار علق عليه مسألة واختم بها والله لأنه حصل فيها بعض اللقط وكذي وانا عارف في ناس كتار قاعدين يتكلموا فيني وكذي لكن أسأل الله بأسماء الحسن وصفات العلا إن كانوا أصحاب حق أن يردني الله تعالى إلى الحق وإن كانوا أصحاب باطل وهم من أهل الصدق والتوحيد وهم على باطل فيما تكلموا فيه في مسائل الحزبية وغيرا أن يردهم إلى الحق إنه يرجعوا إلى الحق بس الناس تجتفك في الحق وكذي الناس في الظاهر في الفيسبوك ولا في الواتس أنا كلمني ودى الناير ده وجزاء الله خير استاذا أو التصلبي وكذي وكذي بيان وجزاء الله خير نشره بعض الناس كتبوا قالوا العصبجي وجابوا إعلان الإعلان ده في أركويد جايبين اسميانا اسم فوق طبعا هو إعلان كبير فيه مجموعة من المحاضرات فوق الناجع لفضل أيمن عبد الحميد تعالى بعدها أحمد البذوي بعدها مين عصام مينوكدي بعدها ياسر الزونجي بعدها علي عطل منان بعدها بشير محمد بشير فوق اسم المحاضر أو الشيخ وكذي بعدين وجهوا سؤال سؤالا ده الكلام اللي قالوا ليه الناس قال ليه العصبجية ما طردوا العصبجي ده وقاعد فيه نصه وبشاركه وعنده محاضرة وهذا محاضر بيديه بردو محاضر مع الجماعة ده بردو ليه إنت خلاص اعترفت أن الجماعة ده نحن عندنا فيه رأي إنت اعترفت إنت اعترفت إن نحن الجماعة ده الناس ده الناس الاصلاح من هؤلاء نحن الناس ده اللي عندنا فيه رأي إنت اعترفت بالمسألة ده ومتيقين بها ولا عندك فيها شكك كان عندك فيها شكك أنا قلت تابدري ومين المسجد ده وكنت براي شغال براي وكذي والسخواننا ده لقيتهم وجزاهم الله خير فتحوا لنا مجالات بنشاركهم وانا بشارك اي سلفي افهم الكلام ده شانبكرا ماتي الطريب لو لقيتني مشارك مع زول ده عندي سلفي تعال ناقشني فيه تعال ناقشني في الزول لكن ديل الإصلاح مركز عام الجماعات ديل أنا تركتهم لله تعالى وأسأل الله يتقبل ديل تركتهم وسبب تركي لهم نفرين جون أصحوني في البيت هناك خالد خليفة وابو وكراداب جون أصحوني واحد جاني خالد خليفة أولا ثاني جاني وابو وكراداب والناس زيل تركهم وكذي وكذي واشتغل دربك براك والناس زيل بدعملوا مع السرورية وكذي وتركتهم وأسأل الله يتقبل مني ومن من كان سببا في ذلك دي مسألة قالوا الزول لليه شاركوا ديل ما يطردو طيب أنا قبل أزيل ليك المسألة دي إن شاء الله تعالى أنا بسأل سؤال شر ديل ولا شر السرورية يا إصلاح ويا هؤلاء الجماعات شر ديل ناس بوكراداب ونزم الفقير وناس شهاب عوض والشباب ديل ولا شر ناس عبدالحي يوسف محمد عبدالكريم وعلى الدين الزاكي وديل شر ياتون مش شر ديل آي إتا محمد الأمين ما تردت ليه بشارك ديل إتا ما تردت ليه إتا ديل يا أخي قلت أنا ما بأصبر عليهم لأنه سووا محاضر في اليعقوباب ونزمل هناك فارتقت الجماعة كلهم ونجتمع الدعاة جابوا عساكر كذي هس تدالين تجاب لك عساكر وكذي وجزى الله خيرا الحكومة لأنهم نخرج عليها ويحترمون جدا وكذي بعدين احترمنا راي والناس مشوا الناس الحضروا يعني هناك أنا ما حضرتها حضرتها ثاني بالفيديو أو بالتسجيل وفي بعضها فيديو حضرته دي مسألة إتا عندك تناقض إنت يا أخي بتقول احترموا العلماء وكلام العلماء وإنتوا ما بتسمعوا كلام العلماء العلماء ما تكلموا في الحلب إتا ما جبتوا إتا جايبوا ليه دا ما سؤال إتا دا بشتغل أحمد دا وشتغل معا ديل ومشتغل معا ديل إتا محمد حسيني عقوب بتجيبوا الليلة بكرة بنطفي غناة طيبة دا برضو شغال بي جاي وي جاي ولا كيف دا ما شغال برضو ما ترطل هي خلي لي دا دا خلي لي شغل ديها ناس طويلة جدا وده تناقض لا يعلم بي إلا الله تعالى أنا النازل ناصحتهم والله الذي لا إلى غيره شفت النازل كلهم البعرف وناصحته من زمن شيخ ابزيد رحمه الله تعالى ومشيت قلت لها الشيخ في ناس قالوا إنت سروري في مدني في بعض الناس قالوا إنت سروري قال ليلة سروري كيف قال لي كيف تكذب الكلام دا والله بيسأل الناس يوم القيامة لو فيه كذب وما في شي بيدعونا للكذب ولله الحمد ودي قد نجهل لكن لا نكذب ولله الحمد دا بتكلمنا دي مسألة الكلام دا في كلية التربية جامعة الخرطوم الفاتحة في أحمد شرفي جابوا محاضرة وقعدنا زي السبعة ولا تمانية انفار قبل المحاضرة يا الشيخ الناس زي الكذب قال لي السروري يعني شنقوا التلات تكفيرين قال لي تمانية وتمانين سنة أنا انصار سنة أبقى تكفيري قبل ما موت أبقى تكفيري قلت لي تما شاركتهم في غناة طيبة قال لي آي ثلاثين حلقة تكلمت في التوحيد قلت لي لكن بتثنى علي عبدالحي يوسف قال لي آي في ناس تتكلمون فيه لكن في الجريد الزلد مع الحكومة كيف يكفر الحكومة قلت لي في كتاب اسمه الاسبداد السياسي في ضوء الكتاب والسنة حقه الكتاب ده فيه التكفير فيه والخروج فيه قال لي يجيبه كان جيبت لي أنا بترك شنو بترك الناس دي وأنا الأمر ده ما أسعفني ما لقيت الكتاب عدت الأيام سووا اجتماع والاجتماع ده هؤلاء تفرتقنا فيه شغل بعد تفرتقته كذي قاموا يتكلموا جوا الجماعة دي وبعد يتكلموا وهؤلاء الشباب أول مرة نسمعونه كل مرة الناس بتشكر أو وكر مزمل أو وكر مزمل يا الله خير بعد شوية الشغلة دي بقت في الاجتماع جوا جماعة تكلموا وهؤلاء الشباب وديه وعملوا وفعلوا تلون سؤال تفضل قال لي أربعة سئلة أدي تلون لي أسيا أنا ما لاقي جواب مغنع والله أربعة سئلة أنا بذكر لك منا جزء واحد قلت تلون شيخ بزيد الناس يسوقوا يجوا التكفيرين سوقوا لخوان المسلمون يسوقوا هالجماعات تكفيريون انتو وين تنظيمكن لو كان تنظيم أصلا يعني بيضبط الشغل على السلافي وين تنظيمكن بيجبسوا دي نقطة النقطة التانية ليه المسألة الدورة بتاعت السرورية القاموا بها بعض الدكاترة أو بعض المشايخ ومعاهم مزمل ليه وقفتوا دورة دي تلاتة اتواسي شباب عندنا والشباب دي لك شباب لمون سوا وانا ديل بقولها يفت أي خلاف بقول بس تتلموا قدامي أشوف الشغل ما تلميت أنا ما بردبي رايي التاني في الطرفة التانية بردبيه لما يكون في وسائق وفي كذب وكلامنا أختنع به في ضواء الكتاب والسنة الهم والشباب دي جيبوا هنا مزمل وفكر وجيبوا يدتوا يا ناس التنظيم تعالوا أقعدوا وجيبوا شيخ افصل بيناتك الثلاثة أسي لدي الناس بعد ذاك الشغلت فارتقت تاني أنا كنت في مجلس الشورى وانا ما عارف المجلس شغله شنو لأسي وانا كنت غايد فيه لكنه شغال شنو ما بعرف لأسي وكذب تاني أمين المجمعات فيهم درماء الإسلامية برضو أظن الدولة لها فترة الدولة لها فترة ما نفعت معايا ولا نفعت معايا لأنه دار التلفونات هاو وبدت ولا ما بدت وانا التلفونات ساهمها برفع وخلا سوي له لأنه إلا يشاء ربي شيئا وقلت تاني برفع المهم الموضوع ده طويل مرة الأيام بقينا لحاول نصلح مشينا للناس زيل مشيت أنا بنفسي مشيت والله من تلقائي نفسي ما أفزول لزاني ولا أفزول حرشني وليش مشيت لعبد الحكم ده قلت لها عبد الحكم في الإناك في الفتح يا عبد الحكم أنا دار أوريك القصة دي وبجيك للموضوع اللسي بالإعلان ده وبيانه شنو يا عبد الحكم سلام عليكم وعليكم السلام النغاش طال في النهاك قلت لها عبد الحكم سووا محاضرة في السرورية انتو الآن متهمين بل اتهام ده سووا محاضرة في السرورية تاني الشباب دين لو يتكلموا فيكم ما عندهم حجة تعارف قال لي شنو قال لي نحنا السرورية بيتكلم عنه جوة للدورة العلمية في دورة شغالة جوة للدورة العلمية أما برهم نسوي محاضرة معلنة عشان ما ننشرون والناس زي اللي اشتهروا والناس يدعاطفوا معاون بعدها مشيت بعد أيام ولا قبلية مشيت هناك بعدين مشيت الحلقة تاعة السبعة عشر لقيت إعلان كاتبين رد كاتبين هون رد كاتبين عليه شنو كذب ضلال وكذب مزمل وشنو وآداب كاتبين كذب قلت لها ذول انت ذلك ما يرتشهرون وذلك اختلفوا معاك ما بتشهرون كيف انت شغال عندك مكيالين براي قلتها في نفسي عرفت الشغالة دي شنو فيها لخبة وفيها هوا مشيت لي واحد تاني هناك في السامراب مشيت ليه قلتوا أنا ذاتي مبلاوز اسمه خوجلي إبراهيم سلام عليكم عليكم والسلام أصلا يتلاقينا في المواصلات من جامعة من جميع السلامية ركبنا اتكلمنا اتكلمنا اها الشيخ سلام عليكم اها كيف تمو الحمد لله اها الناس زيل ما تسوي محاضرة في السرورية عشان الناس زيل ما يتكلم فيه عبدالحكم داك فتحة خشمه قبل ما يرود بس شابني كذي قال لي الله يطهر الأرض الأرض من مزمل ووكره داب قال قلت لاغ ما رسلوني هون أنا براي كذي شايفني أنا براي داك شاكيرون برا وانا شاكلي براي شايفني أنا براي جيتك أنا دارا صحك أنا لا لو كذي دان تا موضوع داك قال لي قل لك شي والله ما بيقدره دا خوجلي قال لي ما بيقدره عديل كذي قلت لك هذي تحاول إن شاء الله الشغل الذي يمكن تمشي ما بيقدره عديل قال لي أي زولين كرة جيبني أنا جاهز ولا كذي والله الذي لاه لا غيره ما بيقدره عديل ما بيقدره قلت شيت حيلك يا أخي تما بتقدره وتمشي وتمشي وتجي وكذي وانا أتكلم أرد عليك التزعلان وناصح ما شيل الله محمد الأمين إسماعيل طلعنا في المباري وماشي معاه زي الحوار جاري وراه لما نطلعنا الطابق الثاني يا الشيخ نحن ناس في جامعة مذرمان وقدتوا مقدمة طويلة شان الزول صدروا إن شرح في النهاية قلت له سوي له محاضرة في التكفير وكذي عائل لي والتلبس من باب رد الشبهة نحن عارفين كذي لكن باب رد الشبهة وكذي على رسلكم إنها صفية من الباب ده رضي الله عنها إت وصلى الله وسلم علي قال لي إن شاء الله وقداني بسمك دي ومشى وده يظلم شنا بتبسم ولا بشتغل بيك بس بتبسم وبواصل في شغلته دي بتزعلان ما لك دي اسمائل اسمائل ناس عناين إتزعلان عكران زي وهؤلاء والعصبجية وكذي بالنسبة للإعلان ده الإعلان أصلا يتصل بي ولد شاب والله لما يتصل بي شكله شنو ما عارفو طويل صغير عنده لحية ما عنده كذي ما عارفو تابع لي يا تجماعة ما عارفو قال لي دهر إنك محاضرة في أركويد هم في أركويد دي مرات بمش طايف ساي لكن ما بزول ما بزكر زول طلبني فيها محاضر إلا زول نصيحة ماشية بلل بمش كذي هم بده والمحلات دي لكن ديك ما ماشية ها تعال قلت لي خلاس كويس بجي شوف على حسن النية لا قلت لي هنا ولا قلت لي اللي عارفو كتا منو وبيكم اجي بيكم ما قلت لي يا شيخ نركبت بجي بكورعي ديال مرات والله مش مسافة منهم دورما من العربي همش ليه بحري بكورعي ما عندي حق مواصر والله الحمد أس شاء الله فتح علينا الحمد لله تمام ديقين زاتة زادة هالمهم بعدين قلت ليه اتا اسمع انا بزا عندي شرط واحد قال ليه تفضل ده الشرط القتو قلت ليه انا ما بجي باسم جماعة الكلام ده شرعي ولا ما شرعي في الزمن ده انا ما بجي باسم جماعة لا اصلاح لا مركز عام لا جمعية لا غيره ما بجي باسم جماعة اجيك اسوي لك محاضرة قال ليه تعال وما باسم جماعة وفعلا في الاعلان كاتبين مسجد عمر بن الخطاب امي شقر الاعلان دل قريته انا تجيب لك نصف خبرك بطريقتك دل قريته انا وقال روني الامتين والله الذي رفع السماء انا قريته بكرة صابحة المحاضرة ولا كنت اعارفه وقال ليه ثلاثية طلعت هي فيها خمسة ولا ستة انفار ولا سبع انفار دي نقطتين البعدة بالليل واحد من اخواننا في السلمة اسمه الشازة اللي قال ليه اخ في اعلان جابوك في اعلان قلت له اهي في اركويت اهي طيب كذين نشوفه شوفته لقيت الجماعة دل لقيت روحانا قاعد في نصة الناس دل وكذي بي جايدة وبي جايدة وكذي والجماعة قاعدين انا في نصة قلت يا لطيف الله يستر الشغلة دي قلت بشوف نهايته شنو جا بكرة الصباح وانا ما مشيت المسجد ما وصلت المسجد وإلى الان المسجد شكله شنو ما عارف افهم الكلام كويس عشان تعرف التلبيس ده الشغلة دي عشان ما تجوط لك ساي المسجد ناس لحد العصر بعد العصر انا راقت في جمكنار في مسجد جمكنار هناك الولد درس اللي رسالة براوة الحمد لله قال ليه اتا عارف الناس قال ليه الناس دي قال ليه كذي الجماعة ديل اخواننا ديل اتا ما رفع تلون التلفون وجابو شيخ بدلك انا عارفتها قبيل الزول ده بحسنينية كتب اسمي ويو الجماعة التانين داعنا الشغلة شافوا الزولة وكذي قالوا الزولة جابوا معا ديل شنو وحزفوني وكذي قلت له خير يا زول انا داع را شوف الزولة فيه خير ولا كيف قلت له خير ان شاء الله خير قال ليه لكن الشيخ تجينا سوي لنا نصيحة في مسجد تاني قلت له خير بجيك شان تعرف انا بمش بحسنينية مشيت وبحسنينية وتحرز ما ساي مشيت مشينا مسجد اسمه عثمان ابن عفان ودهك الاسبوع براو وده هنا دي سوينا فيه نصيحة وكشفت فيه البراء والكباش والجماعة ديل وسجلوه ولله الحمد ونازعواهم وجابوا لي بارد وما شربته سخنتون الجامع دابل بارد ذاته بكون سخن واتخرجت منهم ومشيت والولد قلت له هزول ما تحزن يت فيك خير بذي لانك تجيت هنا ما مشيت معاون وكذي والبلد دي فيها فرقة وفيها كذي بقى سأل الله يسلم الصدور ويردنا وإياهم إلى الحق في النهاية دارين الناس تهتدي وترجع من الحق دارك تتحرر انت في الإصلاح انت يتحرر فكر بعقلك بسيط إذا كان الهواري يقول وتعاونوا على البر والتقوى دي ما خاصة بالسلفين وفيها الجماعة ديل فيها مؤتمر فيه ياسر برهامي فيه عبدالحي يوسف وراكب فوق هذا الذي فرتق السلفية أسأل الله أن يمزق أشلاءه وكما فرتقه دا محمد الأمين إسماعيل دا قاعد فوق إنت يا هواري بتدافع عنه إلى الآن وانتوا قاعدين وتتفرجوا وكذي الجماعة في الإصلاح قاعدين تتفرجوا بعد شوية يجيبوا الناس الحذروا منه ونا العلماء وانتوا قاعدين قاعد في الإصلاح بعد شوية الناس ذاته يقول لك ما في داعي للجرح والتعديل إلموا في إخواننا دا الجرح دا الحكم دا كلموني بعض الشباب وانا واجهتها بيو والكلام دا قريب 12 بالليل في مسجد الفتح في الطابق الثاني ولا التالت فوق ويقوم هيج وانا قاعده أقعد شوية كذي إتقوا التلياخي بتمش الحاج يوسف شباب شغالين حلقة بتتكلم لهم في مزمل وابوكر من بعد العشة الاتنين بالليل عبدالحي يوسف لقى نصيب قدر دا من الرد دا البرعي لقى نصيب قدر دا من الرد انت ياخي ما تنصف انت ياخي ما قد إذا كان البشارك سلفيين وانا عندي سلفيين ديل وما معصومين وبكر لو اختلفنا ورد علي هنا حب لي من الإصلاح والله الذي لا إلى غير والله الذي لا إلى غيره ليه لأنه زول بيصدعب السلفية واي راس بدع اي زول يرفع راسه بيبدع بيجغموه ولله الحمد والله موفق دي مسألا تاتي آخر الكلام دا طويل جدا فأنا ما تابع الإصلاح والناس دي الشغلة دي كتبوها وكذي وأنا ما شاوروني في كتابتها والأمر دا انت ثاني عندك رد مسألة العصبجي نحن ما عصبجية تلمينا في الدعوة وكذي عصبجية الناس اللي بتلموا ورزعين قال صاح قال غلط يتكلم في الصحابة هم معاو يتكلم في أي زول هم معاو دينا الأحق بهذا اللفظ وبهذه التسمية وهي تسمية شنو وهي تسمية العصبجية لو كان أحد من الطرفين يستحقها دي لا حق بها فالكلام دا الموضوع دا طويل وكذي دي بعض الكلمات حوله ولولا أنه فيه تلبيس لبعض الناس لما تكلمت فيه باقي الكلام فيه كلام كثير وما نتكلم فيه وكذي أنا أكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان